السؤال الثاني هل حرام أن تضع البنت زينة في أي أنفها؟ تعود الناس أن زينة الحلق في الأذن طيب ماذا عن الأنف؟ بعض الثقافات بعض المجتمعات يحدثون ثقبا في الأنف ويعلقون به حلق فهل هذا جائز أم أنه غير مشروع؟ نعم نقول للسائلة الكريمة الزينة بالنسبة للمرأة على أصل الحل فكل ما جرى به العرف من الزينة ولم يحرمه الشرع لذاته فهو على أصل الحل يقول الله جل جلاله أو من ينشأ في الحلية ينشأ يعني يربى فيها وهو في الخصام غير مبي النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطع من الذهب وقطع من الحرير وقال هذان حرام على ذكور أمة حل لإناثه فإذا كان العرف تحلية الأنف بالذهب ونحوه فلا حرج شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في مجموعة فتاوية أما ثقب الأنف فإني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما لكن فيه مثلة وتشويه الخلقة فيما نرى ولعل غيرنا لا يرى ذلك فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه اللهم اهدنا في من هدية يا رب العالمين